متابعة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة على مستوى سوريا للتصدي لفيروس كورونا قامت مدرية صحة اللاذقية بتجهيز الهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني كمركز حجر صحي للمشتبه بإصابتهم بالفيروس مشفى الحفة اعتمد كمركز حجر ومركز عزل طبعا مكانين مختلفين تماما مركز الحجر الصحي اليوم حد الآن عنا 18 شخص موجودين الهدف الأساسي هو عدم المخالطات حجر الصحي بالمنازل مطلوب جدا من أهلنا باللادية والوقاية الشخصية هي تلعب الدور الأكبر بالحماية من هذا الفيروس نحن كمدرية صحة كوادرنا 24 ساعة موجودة سيارات الإسعاف دائما موجودة المشافي كلها على مدى 24 ساعة رح تخصص كل الخدمات خاصة للأشخاص المشتبهين أو الأشخاص اللي عندهم إصابة مشفى الحف الذي يتسع لمائتي سرير هو مجهز بكامل المقومات والتجهيزات اللازمة للعزل والحجر ويستقبل الآن عدد من الحالات لأشخاص قادمين من خارج سوريا أو من من كانوا على احتكاك معهم الهيئة قامت بالإجراءات السريعة اللازمة لحتى تجهز الحجر وتجهز العزل كأماكن تم تجهيز 20 سرير بمكان حجر منفصل عن مبنى الهيئة وتم تجهيز 60 سرير بمكان متواجد بالطابق الرابع في الهيئة بكافة المستلزمات اللازمة مدرية صحة اللاذقية من خلال كوادرها تعمل على مدار الساعة على عدة جبهات منها المشاركة في تحقيم عدد من الأماكن العامة واستقبال الحالات التي يشتبه بإصابتها بالفيروس من اللاذقية مازين محمد الأخبارية السورية